موسيقى خلال الساعات الماضية عقدت القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين على مستوى القادة والزعماء العرب بمدينة جدة السعودية في ظروف صعبة تمر على العديد من الدول العربية والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية وبالطبع خلال القمة كانت الدول لكل دولة كلمة خاصة بها تعبر عن موقفها تجاه القضايا المختلفة لكن اللافت أن أكثر مقطع انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي للقمة كان لوزير الخارجية والمختربين اللبناني عبدالله أبو حبيب خلال كلمات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكن لماذا هو بالأخص؟ في الحقيقة مشاهدين أنه كان يمضغ العلكة وبالطبع لم يمر الموضوع مرور الكرام بل قام المنظمون بتوجيه رسالة إليه عبر سفير لبنان في السعودية لمطالبته برمي العلكة فامتثل إلى الطلب فوراً لاستدراك الأمر أمام عدسات الكاميرات لنشاهد هذا المقطع في هذا اللقاء لابد من تأكيد عن مجلس الأمن الدولي وقرارات الجامعة العربية ومفاقها والالتزام بتنفيذ درجاتها وأنا أؤكد أيضاً باسم كل لبنان احترام مصالح الدول الشافيقة وسيادتها وأمنها الاجتماعي والسياسي ومحاربة طبعاً هذا المقطع أثار حالة من الجدل وانتقاداً كبيراً لتصرف عبدالله أبو حبيب حيث أشار البعض إلى أنه تصرف غير لائق حيث يعتبر انتهاكاً واضحاً لقواعد البروتوكول الدبلوماسي واستمراراً لضرب صورة لبنان الدبلوماسية أما البعض الآخر فقال ربما نسي أن يرميها وقد يحدث هذا الموقف مع أي شخص مشاهدين ماذا عنكم؟ ما رأيكم بهذا الموقف؟